تاني كابتن بقى كابتن رضا. ليه اللي اختلف في نادي الزمالك هو بس تغيرت اه 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 مصرفات حباس? ولا شكل الاداء نفسه اه اه طريقة اللعب? هل طريقة اللعب اختلفت عن الكرات الطولية اللي احنا كنا بنشوفها في شوطة اولاية? جا انت عارف قبل الجن ما كانش في كرات طولية. كانت كرة من الرجل الرجل. فعشان كده كان الزمالك لغاية قبل الجن هو افضل من نادي الاهل. انت اعزك قبل الجن بدليل يعني مسلا في كرة. ومش فيه سيستم لها يا كابتن انا ببقى ماشي عليه حتى لو جيه فيه هدف? ماشي بس ده لما بكون فيه لعيبة اله في الملعب. مفيش لعيبة اله في الملعب. كابتن دولي اخدوا الدورة. يا عم انت عارف لو ماتش الاهل والزمالك كان في الست ماتشات اللهم الاخر. الزمالك كان يخسر دور. وانا قلت الكلام ده انت الزمالك واخد الدورة بالقدرة الالهية. وعشان الظلم اللي الجماهير يتعرض ليه والنادي يتعرض ليه في الفترة اللي فاتت. بس انما كاكورة والكلام انت كاسبان ودي دجلة ازاي وطلعك والفرق اللي انت كسبتها في اخر ساتة. كاكورة الاهل كان افضل من زمالك سنة فاتت? الاهل كان افضل بس كان معاه مدرب مش مش افضل. الاهل كان يكسب البطولة لو لعب ماتشاته كلها وما فهمش الزمالك كان لازم يكسبها كان يبقى بفرق ستة بونط يعني اللي فرق مع الاهل ان هو مالعبش الزمالك يا كابتن. اه اللي فرق مع الزمالك. اه فرق الاهل كان ممكن يعني لو كان لعب الزمالك كان يعني. ما هو ما انت شايف هو الاهل في النهاردة في اسوأ حالاته قبل الهدف. وهو التاني ميت في جلده برا. وبيلعب بتلاتة دندرات وفي لبرو كمان بيسقطه لبرو. ده يندل يدل على ايه? انه خايف. وماتش الاسماعيل اعمالها وماتش البنك الاهلي اعمالها. بس ايه ارزاق. ترجع في الاول وفي الاخر ارزاق. توفيق لعيبه النهاردة. توفيق من عند ربنا. وتوفيق لعيبه بعد الهدف. فاقوا. ودهم الثقة. ضغطوا على الجوني التاني. خدوا ضربة الجزاء. الجيمة الفتح. انا بقولك بقى لو هو مدرب بجد بقى. بجد الشوت التاني. اللي هو نزل. ومفروض انه هو كهرة في فرقته. وفرقته رجعت. طب انت رجعت لي وانت كذبان تلاتة صفر. عارف تلاتة صفر. وماتش قاله زمالك ده. لانت لما كنا بنرقص ترقيصة في الماتش كنا بنركب الجيم. وبنعمل فرقة اللي قدامنا كورة. ترقيصة. مش تلاتة صفر. كان مفروض بقى من بداية الشوت التاني. زي ما بقولك كده. عمار حمدي. انت شفت. دير ستاو مش فايق. واخد بالك. واحد من نص الملعب. يعني شد واحد من التلاتة خلاص. تغييرت افشا كابتن صح مسلا. لا طبعا مش صح. ما انا بقولك بقى كان احمد عبدالقادر مع عمار حمدي مع افشا مع محمد شريف. كل دقيقة هتوصل للجول. بدل من نتيجة بقت خمسة كنت هتكسب مسلا تمانية تسعة. لان في الفترة دي الزمالك مش مركز. بدليل ان نزيزه في كورة عشان تعرف ان هو برا الجيم خالص دخل في افشا. كان يضطرت فيها. لازم يضطرت فيها. لازم يعني يعني اعالف في كورة يضطرت. بس طبعا محمد عادل نجم المباراة النهار دا الاول. والاوحد محمد عادل. بس طبعا عمش عايز بوز الماضي. اذا كان ضربة الجزاء الراجل المسلول. المسلوسي ده شايت آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ. واي مين يحتاجوا? شو? هل حالا عم العصبية بقى كبتن موجودة. عشان عشان ما فيش تركيز. النتيجة نفسها. عشان تعرف لو فيه تركيز. آآآآآآآآآ. ما مش هتتكلم لان ضربتين جزاء ضربتين جزاء. ما فهمش كلام. اسم عركات مفقر.